عندي وصفة تخليك ما تعرقش وانت بتلعب انا شخصيا مماشي عليها مفيش نقطة تعرق بتنزل على جسمي وانا برقص تي هنا بتعملي ايه؟ انا عضو هنا في النادي زي زي ما يا حضرتك بالظبط انت بتهرب مني ليه؟ دينا طلبة مننا الخدمة هاخدن بيها غيري مش وقت واي؟ امال امتا؟ قريب قريب اوي جرائي عبدالحميد بيه؟ دول بيقول ان بتقول سياسة هم اللي بدعوا الاتيكاة وبعدين انا واحدة سادت يعني توقف تتكلمي ده مش مكان نتكلم في يا ماداما امال ايه المكان اللي ينفع؟ البرلمان؟ مجلس الوزراء؟ قاعة الاجتماعات الكبرى؟ انت مكسوف مني؟ بالظبط اه وما تكسفتش ليه لما كنا احنا الاتنين لوحدنا والشيطان طالتنا غوري دلوقتي من قدامي وحتصل بك بالتليفون لا 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 ده انت بتاشت ما هو؟ ما استضربني بالمدرب اللي في ايدك يلا عملها خلي كل اللي في الناج يتفرجوا عليك اعزمني دلوقتي على قهوة خلينا نخلص ونرسي على بر سونيا لازم تقدري موقفي كراجل سياسي معروف الناس بتحزبه على كل كبيرة وصغيرة قعدتك معايا فيها احراج ليه؟ انت ممنوع تقعد مع ستات؟ بمعنى اصحها رقصات الناس اللي عارفة كويس انك رقصها بس المفروض اني من رعايك يا مولاي ولا حضرتك مسؤول عن ناس وناس لا مفروض انك بتخدم شعب بحاله العيد الفيه والقعود وبعدين لما في ناس مش على هواكم وضايبالكم العارش زي حالاتي بتسمحوا لهم ليه انت خبوكو مكفية عليكو او الاصوات التانية انت عاوزة مني ايه؟ الموافقة على دار للأيتام ماقدرش عملت حاجة ليه؟ ماقدرش اتوسط لرقاصة ايه الحكاية يا رقاصة رقاصة ما احنا نتنزل بعض يا عبد الحميد انت قيلت الادب وانت كذاب علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس كل واحد فينا بيرقص بطريقته انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب الفرق شاسع يا علماء انا اقولك الفرق احنا الاتنين بنتلع في التليفزيون انا الناس بتتفرج علي وانت اول ما تظهر الناس بتقفل التليفزيون لان رقصك ملوش جمهور انما انا رقصي له جمهور عارف ليه؟ لان بضعتك رخيصة حدفك تشعلي للغرائز المكبوطة عند الناس انت شغلك الاسهارة اسمعلي على معامك الرفيع وانت شغلك يبقى ايه؟ لما توعد الناس بمستقبل مشرق ويجي بكرة ما يطلع له الشمس يا عبد الحميد بي انا مش عايزة غير الموافقة على المشروع بتاعي عايزة ربي اطفال عايزة لما عيلاقي حد جنبي لما موتى لقى حد يمشي في جناستي على اللي اكون فهمت عاجزك اهو مساعدك تقول لي مش هتمصلك